قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَلَّهِ مَا دَعُو إِلَى اللَّهِ وَسَيْطٍ قَال لك تعال لي عديل وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوةَ الدَّاعِ إِذَا شُنُؤ إذا دعان بس إتا كيف تدعوه وما تقول أنا عندي زنوب لو عملت أي شي سكرت عملت الفواحش بيقيت تغني بتسف بتسجر بتعكشتين بتعظمنا بتكفل عميه ما عميه قل له تسأل الله بتجاوز عنك ولا ما بتجاوز بيغفر ولا ما بيغفر يا جماعة الناس يتحسين الظن بالله نحن والله إذا يريد الناس يتتعلق بالله كريم ولا ما كريم كريم يبقى تسجع للكريم ربنا قال فالله خير حافظ ربنا قال إن كل نفس لما عليها حافظ بعد إيجي طالع من بطن أمه الله حافظ لسا أول ما يكبر يقول ودوني للفكير لبسوني حجاب لا أشاني يحفظني طيب الحفظ الفكير ذات جيه بطن ممنو أول حاجة الإنسان يصلح العقيدة بتاعته عقيدة تكون في الله ما يدعو غير ربنا سبحانه وتعالى ما يجيب له حجاب ولا حراسة من طلقة ولا من سكين ولا من عكاز ولا من غيره تحفظ ربنا سبحانه وتعالى تحافظ على الصلوات الخمسة تحافظ على الفرائض تصوم رمضان إلى آخر قال احفظ الله يحفظك ودائما جماعة صاحب الحق ما يدوس عقيدة عقيدة واضحة قدام الناس الله براو لا معاو شيخ لا فقير لا فكير لا ولي لا صالح لا نبي الله براو دي بتندسها يا جماعة ما بتندسها كل باطل أصو ما فيه مزول على حق عشان ما تضيع زمنك كل ما على باطل مش الكلام ضاضح كل ما على باطل ما على حق النازل ويقوا شغالتهم شغالت ايه شغالت النساوين يحرشوا بجاي وحرشوا بجاي واهل الشرك شغالين يشغلوا بالشرك بدل ما يردوا عليهم واشتغلوا دعوة ويناظرهم ويفحموهم بيقوا شغالين في أهل التوحيد حاصل ألا ما حاصل حاصل فديدوا لأن هذه الناس فشل يا أخي زون هو منتظر كده لحد ما جيوا كيسال صايما الرمضان الجاي يقول لك أنا تبع الجماعة تبع الرئيس العام انت تبع الكيس العام ما الرئيس العام قالوا وهم فيها يعني في جهنم يختصمون طالله وفي الآخرة بيحلفوا بأله بلاو في الدنيا يحلف بأولاده وبالنعمة وبغير ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصبق إن إبراهيم كان أمة قانت لله حنيفا ولم يكن من المشركين ربنا قال في صورة البغرة ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين دي أعلى أنواع التزكية وأعلى أنواع المدح إن الإنسان ما يكون من المشركين يموت على التوحيد وهو من الموحدين ده بالمناسبة ما وصفي ساهل وهي النسان بالقاو ساهل إبراهيم عليه السلام جاهد في التوحيد ودعا إلى التوحيد ونصر التوحيد ودعا الله عز وجل أن يجنبه وأبناءه من الشرك لأن الشرك هو صرف العبادة لغير الله والعبادات كثيرة منها التوكل منها الصلاة منها الحج منها الصيام منها بر الوالدين منها الخوف منها الإنابة منها الخشية أي عبادة من ديل صرفت لغير الله أشركت وكبرت بالله وأي زول حزب والشيء نحن واضحين قاعدين السين هس في حزبيين هنا وأنا عارف الحاصل سألت صالحا أي زول عنده راي عنده أي شيء اعترض مباشر طوالي ورقزاته خلوا أسأل مباشر طوالي من تعلق تميمة فقد أشرك كلام ده لحق حزب لحق جماعة لحق طريقة لحق كبير لحق صغير الكلام ده هو كلام أصدق البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الآن دعاة الشرك ممكن واحد ذوق مقلب في أمم من الناس يا أخي واحد يقول لك والله أنا عندي مسمار ده بعالج باو الناس مسمار يخد في قانون يجي عنده سكر يتشف في صالعاته عنده معارف أي زول بيجي بتشف يا مسمار حصلا لحق نحن جينا يوم تشين زول بمسمار ولا شربنا زول فازلين ولا المصيبة دي دقوا مقالب في الناس بعد دقوا يقول لكم كويسين شان كده شوف دعاة التوحيد ما آزوا بشر وإنما كلموهم بما يريده الله عز وجل من إفراد عبادة لله سبحانه وتعالى فده شغل شياطين لأنه الفكيدة داك لعيشه لا شغال موظف لا شغال عسكري لا شغال أستاذ في مدرسة لا طبيب لا حداد لا نجار شغال مولع بخور قاعد في وضع والنساوين واقفين صف تجي واحدة يقول له انت عندك عارض هو أكبر عارض وديك تجي داخله انت عندك عارض وانت عندك عارض يا أخي النازل اتطوروا لحد ما واحد والله يقول له المرع عندك 13 شيطان جوا أنا قرأت لك مرق 2 ونص فضلت 11 ونص كله كذب عشان يأكل قروشة سيد قطب دا الآن سيد قطب الوقع في موسى عليه السلام ووقع في عثمان رضي الله عنه ووقع في الأنبياء ووقع في صحابة ووقع 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 وعنده مشاكل في الحاكمية ومشاكل 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 في عنده أشعريات وشعري أشعري عديله مشاكل في الأسماء والصفات وفي غيره الزول دا عنده كتاب اسمه ظلال القرآن محمد الأمين إسماعيل أثنى على الكتاب دا وقال كتاب قيم جدا في مجاله جنى عليه كثير من الناس الكلام دا يماع حق ولا باطل ولذلك يا أخوانا أن إحنا دعوتنا للناس نحن دارين نربط الناس بربنا سبحانه وتعالى وأي زول يقول لك غير ربنا سبحانه وتعالى بيديك حاجة والله يكضب عليك ربنا قال في صورة الرعد الغرام ما قاعد والزول الماء بيتبع القرآن يوم الغيامة بتورط ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن في صورة الرعد والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلاله ونحن جينا نشتغل التوحيد والله الآن نحن نزلل انتخابات شفت كيف لا عندنا رئيس عام لا عندنا رئيس خاص لا عندنا ما أعلم أقول لك شنو أقول لك دا الأمين العام للجماعات جماعات جماعات الناس يتمد على الله سبحانه وتعالى تتوكل على الله لا تلبس حجاب لا تلبس تميمة خلي توكلك على الله عظيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وده يا جماعة رسالتنا للناس والله يجايين وفترانين الله يتقبل وتعبانين وساهرنا بيكم وتعبناكم وكذا والله قصنا يعلم الله أن نجا لنا ولكم من عذاب الله سبحانه وتعالى الناس يتكلم والموضوع دا جماعة والله بفرح المسلم لأنه لو قلنا للناس خلوا شيوخكم أمسكوا في شيوخنا قال لي زعلوا قللك لأي شيوخك مع سودانين وشيوخنا سودانين لأكيد تبدأ قللهم خلوا شيوخكم وشيوخنا وندعلك بي الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر